السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم بنواصل الحديث عن البرسسور 8086 اللي هو زي ما قلنا الكور بتاع البرسسور الحديثة اللي موجودة حاليا طبعا في المحاضرة السابقة تعرفنا شوية عن مجموعة الرجسطر اللي موجودة في 8086 ويتكلمت على الجنرال بيربوزرجسطر اللي هي AX, BX, CX, DX وكنت قد اشرت في المحاضرة السابقة للفلاج رجسطر او البروجرام ستيتاس وورد او البي اس دابلو ويعني اخذنا في سرعة سمعنا عن حاجة اسمها سيجمنت رجسطر سيجمنت رجسطر السيجمنت رجسطر قلنا عليهم المرة اللي فاتت سيجمنت رجسطر ذكرت الكود سيجمنت رجسطر سيجمنت والديتا سيجمنت والستاك سيجمنت رجسطر وفي سيجمنت اخرى اسمها الاكسترا سيجمنت رجسطر الاكسترا سيجمنت رجسطر تمام تعالى النهاردة نتعرف عن جزء مهم جدا في خلال المحاضرة سيجمنت رجسطر وبنتكلم على حاجة اسمها اللوجيكال 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 ادرس وحاجة اسمها الفيزيكال ادرس وبنعرف ليه فيه فرق بين العنوان الفتراضي والعنوان الفيزيكال العنوان الفعلي ليه وجود الاثنين هو عنوان واحد لكن ان انت تلاقي فيه عنوانين ليه بقى القصة واكيد طبعا طالما فيه عنوانين يبقى اكيد فيه واحد بيقدي تعالى نقول في الاول ان احنا عندنا فيه حاجة اسمها السيجمنت ادرس وحاجة اسمها الافست ادرس ودول بيشكلوا لي اي ميموري لوكيشن داخل الميموري يبقى حضرتك النهاردة عندك جزئين فيه جزء اسمه السيجمنت ادرس تمام كده والجزء الاخر اسمه الافست ادرس هنعرف كل حاجة بالتفصيل ايه الافست ادرس ده الافست ادرس ده المكان او الاسم البديل ليه اسمه displacement او اسمه كمان الافست خلاص قلنا الافست موجود خلاص قلنا كمان الافكتف ادرس الافكتف ادرس يبقى احنا عندنا فيه الوقتي حاليا اللي عاوزة تتعرفه ان فيه حاجة اسمه السيجمنت ادرس عنوان المقطع عنوان المقطع عنوان المقطع والجزء الاخر هو الافست ادرس احنا كل الميموري ادرس تكون من سيجمنت ادرس عنوان المقطع بلاس مين الافست ادرس بلاس ما نكون عندك حاجتين عندك حاجتين سيجمنت ادرس ومين وافست ادرس مين هيشيل عنوان يعني انت النهاردة بتتكلم على اي ميموري لوكيشن اي مكان في الميموري العنوان ده محتاج له حاجتين يعني لو دي الميموري بتاعت حضرتك اللوكيشن ده هون اللوكيشن ده المفروض عشان اجيب العنوان بتاعه الادرس محتاج قيمتين حاجة اسمه السيجمنت ادرس وحاجة اسمه الافست ادرس السيجمنت ادرس دي مكانها فين بقى مكانها احد الاربع حاجات الموجودين اقدام حضرتك يا اما ودتا سيجمنت يا اما واحدة أدرس يعني ان سيجمنت اداع السيجمنت ادرس هلقيه فين يا جماعة عند واحدة من دول السيجمنت ادرس هلقيه عند واحد من دول تمام واحد من الاربع دول ده segment address يعني ايه offset address الoffset address ده زي ما يقول لحضرتك ان انت دخل الشعبة بتاعتك انت رقمك 2 داخل الشعبة بتاعتك انت رقمك 2 لكن مثلا في المدرسة انت رقمك كم لو قلت لك في المدرسة ان في مكان فوضي مثلا من عند 400 إلى 500 هيبقى رقمك كم في المدرسة 402 وصلت القصة يبقى مكانك داخل الكلاس بتاعك هو 2 لكن مكانك كامل فعلي في المدرسة لو هبدأ اقول ان فصلك بياخد اماكن من عند 400 هيبقى انت رقمك 402 زي اسمك الوقتي او رقم الجميع بتاعك انت رقم 2 في الشعبة فلما اروح الاقي مكان معين فوضي وابدأ اسكن الناس من عند غرفة 300 هيبقى انت هتاخد الغرفة 302 مين الاثنين دي هي الoffset تمام مين التلتمية حاجة لها علاقة بالsegment address حاجة لها علاقة بالsegment address تمام زي ما قلنا ان السجمنت ادرس هيبقى موجود في احد السجمنت ريجستر اللي احنا ذكرناهم اللي هما الاربع اللي موجودين قدام حضرتك في البروسيسور كان 8086 تمام عامة كل سجمنت معاكده كل سجمنت موجودة في 8086 حجمها 64 كيلو بايت يبقى الرام بتاعتي مقسمة الى segment تمام الى مقاطع المقطع الواحد طوله 64 كيلو بايت طبعا حضرتك عارف ان ال 64 كيلو بايت لو بحطهم كادرسيس كده هيمشي من اربع تصفار هيكسا ديسمال الى اربع اف هيكسا ديسمال تمام الوفيت ادرس بقى انت داخل المقطع هو انت داخل الشعبة بتاعتك الوفيت ادرس ده ممكن ياخد عناوين ايه بقى ممكن ياخد اي لوكيشن في ال 64 كيلو بايت في ال 64 كيلو بايت يبقى انا عندي وانا بتحرك داخل الرام لو انا بدور على لوكيشن محتاج اوفيت ادرس ومحتاج فيجمنت ادرس سيجمنت ادرس موجود في احد السيجمنت رجسر طبعا طيب قصة بتاعتنا هتوضح اكتر الوقت يعني مثلا انا في مود معين في ال 86 كيلو بيطلق عليه الريلمود الريلمود دي الميموري بتاعتي ماكسموم وان ميجا بايت يبقى الميموري كلها تروح توصى على الميموري هتلاقي الميموري بتاعت حضرتك وان ميجا بايت طبعا حضراتكم عارفين ان الوان ميجا ده ب 2 قص كام 2 قص 20 والعشرين دي 20 بت صح؟ والعشرين بت دي ممتدة من اربعة خمسة هكسا دي سمال لحد كام لحد 5ه هكسا دي سمال تمام؟ قلنا السيجمنت بتاعتي اي سيجمنت ماكسموم الكباست بتاعتها او التخزين بتاعها اربعة وستين كيلو بايت يعني مثلا مثلا لو ده الستارتنج ادرس بتاع السيجمنت لو ده الستارتنج ادرس بدء من كام؟ من واحد اربعة صفار اهو واحد اربعة صفار اكسا دي سمال طيب السيجمنت بتاعتي طولها كام؟ اربعة وستين؟ لو ده اول مكان يبقى الاربعة وستين كيلو بايت دول ماكسموم هيددولك ايه؟ هيددولك 5ه صح؟ عفوا فور اف وبالتالي اخر عنوان عندك يبقى هو العنوان ده ده اخر عنوان تمام كده ده اخر عنوان اللي هو ده يبقى انا عندي كده المقطع بتاعي تمام؟ بداية بداية المقطع لو انا قلت من واحد اربعة صفار اده واحد اربعة صفار المقطع بتاعي طوله اربعة وستين كيلو بايت الاربعة وستين دولي عن اربعة اف هجم اربعة اف على بداية المقطع يبقى الاندينج ادرس ده يتقال عليه اندينج ادرس تمام؟ طيب ده المقطع صح؟ قلنا ان المقطع مين اللي شايل عنوانه قلنا اللي شايل عنوانه او مخزن العنوان بتاعه هو السيجمنت رجستر لو انت بتتكلم في الكود سيجمنت في الديتا في الاكسترا في الاستاك طب اذا كان العنوان بتاع بداية المقطع واحد اربعة صفار يبقى السيجمنت رجستر جواه ايه؟ السيجمنت رجستر هو الرقم ده مقسوم على عشرة الرقم ده مقسوم على عشرة يعني لما اقول ان السي اس مثلا بتساوي واحد زيرو 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 يبقى بداية العنوان بتاع المقطع ده اخذ الرقم ده واضربه في عشرة طب بالهيكس الاسمال يديني واحد زيرو 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 تمام كده عاوز النهاية نهاية المقطع ده هروح اجمع على الرقم ده اربع عشرة واطلع الرقم يديني مين يديني نهاية المقطع بتاعي تمام طيب احنا اتفقنا انه وانت بتتحرك داخل الشعبة بتحرك من عند رقم زيرو او واحد معا كده لحد نهاية الشعبة بتاعتي انا الوقتي قلتلك ان انت عند المقطع اللي العنوان بتاعه معا كده موجود في السيجمنت ريجستر اسمه الف هيكس الاسمال يعني بداية العنوانه واحد اربعة صفار لو انا بقول لك النهاردة ان الافست بتاعك اف تلات صفار ده الافست طالما الافست ده معا كده يبقى انت هتعمل الوقتي لو انت عاوز بقى العنوان الفعلي عاوز تعرف انت بتشاور على مين بالزبط عاوز تعرف انت بتتكلم مع مين طبعا واضح لحضرتك انه بيتكلم مع البيت ده تمام طب ده يجيبه ازاي قصة بساطة انا هقول الوقتي البيز ادرس بكام يا اخوانا البيز ادرس معا كده البيز ادرس بتاعي هو عبارة عن مين عبارة عن واحد زيرو 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 اتش يبقى الستارتنج ادرس بكام هدراف عشرة طيب الافست بكام الافست والله بف ثلاث تصوار اتش يبقى العنوان الفعلي هنسميه فيزيكال ادرس بايه فيزيكال ادرس عبارة عن الستارتنج بلاس مين بقى الافست اف ثلاث تصوار يطلع الكلام ده بيساوي تعال بقى نغير اللون شوية اهو بزيرو زيرو زيرو اف واحد وهو ده العنوان اللي موجود هنا جبتوا منين بقى اخوانا القصة البساطة بتاخدوا الرقم اللي في السيجمنت رجستر تضربه في عشرة واجمع عليه الافست تمام هنشوف الكلام ده بمثال كمان كمان شوية اللي انا عملته ده هو تحويل من اللوجيكال ادرس الى الفيزيكال ادرس ده الفيزيكال اللي جبناه اخوانا تحويل من اللوجيكال ادرس الى مين الفيزيكال ادرس بتجيبه ازاي ان انت بتضيف الاربع اف ليه بتضيف الاربع اف لان كل سيجمنت داخل الميموري حجمها اربعة وستين كيلو بايت يعني مثلا بقول لي فور اكزامبل لو السيجمنت رجستر فيها الكلام ده ها يبقى البيز بتاعت كام بتاع نكتب المثال ده كده يبقى البيز بتاعت كام البيز ادرس بيساوي ثلاثة اف يبقى الستارت ادرس بكام ها يضرب في عشرة يبقى ثلاثين ادرس بقول لي الافست كام بقى ده خلاص عاوز الستارت طب لو عاوز الاند الاند ادرس طبعا لان حضرتك معاك الثلاثين الف ولان كل سيجمنت في الثمانين ستة وتمانين اربعة وستين كيلو يبقى اخر عنوان في الميموري ثلاثة اربعة اف اهو يبقى اخر عنوان طبعا الكلام ده موجود امثلة كتير اهو تقدر تبص عليها معا كده ده سيجمنت ريجستر قلنا بنضرب في عشرة يديك الستارتنج صح اجمع عليه اربع اف يدينا الرقم بتاع النهائي ده مثلا ها نمي يبقى هضرب في عشرة واجمع اربع اف يبقى اف 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 بعد كده زيلو ثلاثة ثلاثين ثلاثة اف اهو تمام تقدر تقدر تعمل الكلام ده ما عندكش مشكلة فيه خلف يبقى انت لما بتعرف سيجمنت ريجستر بضربه في عشرة يديني الستارتنج بجمع عليه اربع اف ليه بجمع عليه اربع اف لان الاربع اف ينظروا الاربع وستين كيلو بايت تمام زي ما قلنا، ان الive sent address ده اللي بيضاف علمين تقول start of segment عشان يجح ادرس من الميموري location زي ما قلنا اف زي segment address بالشكل ده يبقى لرقم ده عشان يجيب زي segment address عشان اجيب الستارت يا اخوانا هعمل ايه هاخد الرقم ده اضرابه في عشرة اهو والافست بقول لي الفين يبقى هاجم عليه الفين يبقى زيرو 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 اثنين واحد يبقى ده العنوان الفعلي بتاعي تمام طيب الجزء بقى بتاعنا ببساطة ان المثال اللي انت كتبته ده قلتلي السجم انت ادرس بكان بقى ركز معي قلتلي الرقم ده يبقى ايه او الافست او الデسبلسمنت احنا اقولنا افست او الديسبلسمنت تمام دول بتكتبوا ازاي بقى اخوانا بتكتبوا فى ديه اهو يبقى انت بتكتب لي كده bi's address و بعدين بتكتب لي هنا مين الافست او الديسبلسمنت اللي انت كتبه ده قدام حضرتك ده بيطلق عليه لوجيكال ادرس مين السيجمنت رجسطر الف صح اهو ومين الافست الفيه الصغر اللي انت كتبه دي اسمها اللوجيكال ادرس كده اما اللي حرجتو ده اسمه فيزيكال ادرس طيب زي ما قلنا ان البيز ادرس ده هتلاقيه موجود فين ها البيز ادرس ده هتلاقيه موجود فين هتلاقيه متخزن داخل السيجمنت رجسطر والافست ده هتلاقيه مش عارف ممكن نقلها تاني ولا نجرب لها الحمدلله نقل ده طب اما الافست ادرس هتلاقيه متخزن في سيجمنت رجسطر ممكن تلاقيها موجوده في حاجه اسمها الانستراكشنποينتر ممكن تلاقيه موجوده حاجه اسمها البيز بوينتر ممكن تلاقيه حاجه اسمها الستاك بوينتر تمام وهكزا لكن الي blue軍 هتلاقيها في الكودسيجمنت رجسطر الستاكسيجمنت رجسطر الديتا سيجمنت rigيستر الاكسترا سيجمنت رجستر فبشكل ما في tuh面ين ال stare في ديفولت ديفولت الربط يعني اذا كان البيز موجود في الرجستر الفلانية فلابد ان الرجستر الفلانية هي التي تحتوي على الافست ده اسمه الديفولت باي الديفولت ديفولت ان احنا قلنا الربط ما بين البيز والافست كما كان البيز متخزن فين احد الرجستر دي والافست متخزن فين احد الرجستر دي لكن انا بشكل ما مثلا مثلا لو انا عرفت ان البيز موجود في الكود سيجمنت بيبقى بيديفولت انا بتكلم على ان الكود الوفست او الدس بلاسمت او الاسيكتف ادرس موجود في الحالي بي اسمها الديفولت سيجمنت او بيقول لي الميكرو بروسسور هذا set of rules الميكرو بروسسور عنده مجموعة من البروتوكول او مجموعة من القواعد اللي بتطبق على السيجمنت طالما بتكلم مع مين مع الميمورة او في الوقت اللي بتكلم فيه فعلا الميمورة الكلام ده بيحصل في اتنين مود احنا طبعا نسمعنا كلمة مود قبل كده هنأجلها شوية بنتكلم عن حاجة اسمها الريل او البروتكتب مش موضوعنا الوقتي ان انا بديفاين مين بقى السيجمينت رجستر والاوفيت رجستر كومبينيشن اللي اتنين مع بعضه تمام يعني مثلا مثلا لو انا بتكلم على الكود سيجمينت رجستر اللي هي شائلة البيز يبقى اكيد الاوفيت بقى فين يا جماعة اكيد الاوفيت في الانستراكشن بوينتر تمام يبقى لو انا عرفت ان البيز ادرس بتاعي موجود في الكود سيجمينت يبقى الاوفيت موجود فين في الاي بي وعشان كده يبقى اللوجيكال ادرس بتاع حضرتك بالشكل ده ده بيضيفولت طالما البيز ادرس موجود في الكود يبقى الاوفيت موجود في الاي بي تمام اهو وطبعا لما انت بتتكلم مع الكود الكود ده اللي موجود ده الانستراكشن صح والآي بي الاستراكشن الاول الثاني الثالث الرابع تمام كده يعني مثلا بقول لي السي اس بألف واربعمائل والآي بي بألف وامتين يبقى البروستسور هيجيب منين النيكست انستراكشن هيجيبه منين هقول له استنى بقى انت عندك السي اس الكود سيجمنت شايلة مين يا جماعة شايلة البيز يبقى البيز ادرس بتاع حضرتك عبارة عن الرقم ده مضروب في عشرة يبقى واحد اربعة زيرو 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 بلاس الافست الف وامتين الف وامتين الف وامتين هجمع يبقى زيرو زيرو اثنين خمسة واحد يبقى كده الفيزيكا الادرس بتاعي موجود في الميموري عند العنوان خمستاشر الف وامتين هكس الاسمال ركز معاي انت عندك اتفقنا عندك مجموعة من الريجستر الاسمال بي اكس سي اكس دي اكس الفلاج ريجستر الفلاج اوكي عندك كمان البيز بوينتر الستاك بوينتر صح؟ عندك ريجستر كتير جدا ليه انت روحت قلت لي معا كده وعندك الاي بي وعندك البيز بوينتر ليه بقى لما انت شفت السي اس بالف واربعمية ده سي اس معا كده عندك اكتر من الريجستر فيها قيمة ليه روحت بسط على ده بس؟ منين؟ من الديفولت سيجمينت او مجموعة الروز الديفولت طالما اس فيه البيز يبقى انا باخد الرقم اللي موجود فيه الرقم اللي موجود فيه اي بي نفس الكلام لو انت بتتكلم على ديفولت تاني من الكمبينيشن خاصة بالستاك والستاك ده قلت عبارة عن مكدس او كومة نقدر نقول كومة بالعربي كومة او مكدسة تمام كده اذا عاملة مثل مجموعة الاطباق كده لو انت في المطبخ وتلاقي مجموعة الاطباق كومة دي اسمها استاك و دي شغالة بحاجة اسمها لستاك 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 لو انت بتتكلم مع الاستاك هتلاقي البيز ادرس بتاع حضرتك موجود فين هتلاقيه في الاستاك سيجمينت والاستاك سيجمينت هتلاقيه في الاستاك بوينتر او في البيز بوينتر يعني مثال احطيني الاستاك سيجمينت ادربه في العشرة واجمعاليا الرخم اللي موجود في البيز بوينتر اللي هو التلات تلاف يتبقى العنوان بتاع البعض قمت بتقليق القصة بتاعت الرابط دي والقعدة زي ما قلنا انت بتتكلم على الـ CUTSegment والاوثيت في البعض ويبقى كأنك بتتكلم على الـ Instruction Address لانت بتكلم على كوت لو انت بتتكلم على الـ Stack يبقى الـ Offset بتاعك اما في الـ StackPointer Register او الـ BasePointer Register اذا الـ Stack لو انت بتتكلم على الـ DataSegment اما هتلاقيه في الـ PX او دي اي او الاس اي تمام لو انت بتتكلم مع الكسترا يبقى الافس بتاعك في دي اي فيه معلومة عاوزين نقولها مش عارف موجودة في الشرح ولا هي ليه اصلا انت بتتكلم او انت عندك تو ادرسيز ليه عندك لوجيكال وفيزيكال ادرس الميزة من ضمن الاجزاء اللي موجودة في الوبريتنج سيستم في نظم التشغيل فيه شابتر خاص اسمه الميموري مانجمنت الميموري مانجمنت هتلاقي فيه قصص كتير جدا ان انت بتعمل اصاين ليه مساحة في الميموري للبروسوس اللي جاية عشان تسكن داخل الريم عشان الموضوع يبقى فليكسابل شوية ويبقى مرن انت محتاج بشكل ما ان انت يبقى عندك طريقة او استراتيجي عشان تاخد العنوان وتخلي البروسوسر يجنريت عنوانين انت شغال مع اي سيجمنت والافس بتاعك بكم وتاخد الكلام ده تحوله الى فيزيكالادس النقطة الثانية حضرتك عارف ان في البروسوسر فاكر الرام بتاعت حضرتك كام قولنا كام ماكسابل كام وان ميجا بايت طب الان ميجا بايت ده يعني كام هكسل اسمال يعني بتتكلم في عشرين عشرين وبالتالي لما روح اجيب عنوان من الميموري يعني انا محتاج ان يبقى فيه رجستر عندي فيها عشرين بت عشان انت عارفوا انت بتتعامل مع الميموري كان عندك فيه ميموري ادرس رجستر وفيه ميموري بفر رجستر وكنت محتاج مثلا بروغرام كاونتر فاكر وكان بروغرام كاونتر صح؟ طيب وكان عندك مثلا بانستراكشن بوينتر كل رجستر دي في التمانين ستة وتمانين عبارة عن ستتاشر بت فالستاشر بت دول بقى يوم يعني يضربهم دم قوي هيقدروا اكسسوا كام يقدروا يتكلموا مع كام مش هيقدروا يتكلموا مع العشرين بت صح؟ فعشان كده انت محتاج تقسم العنوان بتاعك المين بقى نه تقللوا عن العشرين وعشان كده بستخدم تورجستر البيز ومين والافست لان الرام بتاعت حضرتك عشرين بت فين الرجستر اللي فيها عشرين بت عشان نحط فيهم الادرس مفيش رجستر في التمانين ستة وتمانين عشرين بت عشان كده محتاج او بلجأ من احد الاسباب يعني ده مش تساب الرئيسي بلجأ المين لموضوع اللوجيكال الادرس والفيزيكال الادرس يبقى احنا الى الان عشان ما انتهش عرفنا ان في حاجة اسمال بيز ادرس وده القيمة المتخزنة معاك ده داخل السجمنت رجستر سواء كود او ديتا او استك او كسترة وعندي كبان الفيزيكال الادرس ان انا بحجد البيز اplat هباعه في عشرة واجمع علي الادرس اعرفنا الار papa الابطريع او dort وعرفنا الاندات واحناء المفاه LOOK اجب الاندات يا صحب اسمال اوسح الى امثيلة معافاه في الاسر وانختاق الشهر ليه اربعة اف لان كل سجمانت ماكسمم اربعة وستسين كيلو بايت وعرفنا الربط او الرولز اللي بتربط او الديفولت اذا كان البيز ادرس موجود في رجستر الفلنية يبقى الافسيت لابد ان يكون موجود في رجستر الفلنية اللي هو الجدول اللي قدام حضرتك وشفنا امثلة طبعا التحويل من اللوجيكال الى الفيزيكال ادرس يعني انت الوقت عندك الديتا سيجمانت رجستر طبعا الرقم اللي قدامك ده ما تنساش ده مش اربعة بيت ده عبارة عن كم؟ عبارة عن 16 بيت لان الرقم موجود بالهكس ديسمال تمام؟ الرقم ده عاوز تجيب الستارتنج ادرس بتاعت الديتا سيجمانت اعمليه اخذ الرقم نضربه في 10 عاوز تجيب اخر عنوان تجمع عليها اربعة اف يديك الرقم ده ده كده مين بقى؟ هنا السيجمانت بتاعت مين? بتاعت ديتا جبتها منين؟ روحت جبت الديتا سيجمانت رجستر طبعته ف 10 جبت البداية العنوان جمعت عليها اربعة اف جبت نهاية العنوان كذلك الحال مع الكود الكود سيجمانت هاخد الرقم انضربه ف 10 تمام؟ اجمع عليه اربعة اف يديني نهاية وده مين؟ ده عبارة عن الكود كذلك الحال مع الاستاك والاكستر الآن قصة بالإطلاق بشكل гор ihm ومين speak as physical address وان得 عنوان فعلي وعندك maximum one ميجا بايت فلابود ان اي عنوان يبقى كام اشريم بيت تمام ده الفيزيكا اللي عبارة عن اشريم بيت ادرس وده اللي بيبقى موجود على مين على الادرس بين بتاعت تمانين ستة وتمانين بروسوس وده زي ما قلت الادرس ده واخد الرنجات من مينمم لحد خمسة اف هكذا دسمال تمام ده الاكشوال فيزيكا اللي موجود في الريد تمام بتاعت مين بتاع الوان ميجا بايت الافسيت ادرس هو رقم الرقم ده بتحرك داخل البلوك الواحد او داخل السيجمنت الواحد اخره 64 كيلو بايت فالافسيت ادرس من ربعة الصور اف الاربعة اف شوفنا القصة دي خلص تمام كده قلنا اللوجيكا الادرس بيكون مين من سيجمنت فاليو ومين وافسيت ادرس مثال تو اكسيوتا البرو جرام تمانين ستة وتمانين فيتش زي انستركشن طبعا فيتش اللي هو الوب كود والاوبراند فروم زي كود سيجمينت انا بجيب انستركشن بالكود زي اللوجيكا الادرس اي عنوان بتاع امر هيبقى فيه في اس ومين و اي بي فرمات قلنا دول الاثنين دول اسمهم مين يا اخوانا اسمهم اللوجيكا الادرس صح طيب الفيزيكا الادرس هجيبه ازاي هعمل شيفتينج السي اس شفت ده اللي هو الضربة في عشر ماشي كده شيفتينج اللي هو الضربة في عشر واجمع عليه مين واجمع عليه الاي بي اهو هذا سي اس اللي هو الفين وخمسمائة شفت يبقى خمسة عشر الفاق اجمع عليه الاي بي جبت مين جبت الرقم بتاعي اللي هو عبارة عن مين بقى اللي هو عبارة عن الفيزيكال ادرس يبقى كده البروسوسور بتاعي هيروح يجيب الامر بتاعه من المكان الفعلي ده تمام زي ما قلنا لقينا حضرتك عارف ان الافست اي افست داخل التمانين ستة وتمانين اخره من اربعة اصفار الاربعة اف وده البيز ادرس الفين وخمسمائة حضرتك انت دي الفترة بتاعت حضرتك او السيجمنت بتاع حضرتك بدء من بيز الفين وخمسمائة والافست اصفار الى بيز الفين وخمسمائة والافست اربعة اف وكده بالتالي الاقل او الاقل ميموري لوكيشن اللي هو ده اللي هو اتنين خمسة زيرو زيرو واضرب واجمع عليه اربعة تصفار يدري زيرو 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 خمسة اتنين ده اللوغر الابر يبقى اتنين خمسة زيرو 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 واجمع عليه اربعة اف يبقى اف 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 اربعة ثلاثة ده الاخر عشان كده ممكن يطلب منك يديك الكود سيجمنت زي ما انت شايف ويديك الاي بي ويطلب منك بقى اللوجيكال ادرس والافست طبعا اللوجيكال ادرس هتحط الاثنين جنب بعض تمام يعني تقدر تقول اتنين اربعة اف ستة ستة تلاتة اربعة ايه الافست تمام عاوز مين كمان عاوز الفيزيكال ادرس هتعمل التحويلة اعمل شفت اضرب في عشرة واجمع الاي بي هجيب الفيزيكال ادرس اللوغر رينج هاخد الرقم ده اضربه في عشرة ده اللوغر واجمع عليه صفار فيفضل زم هو تمام الابر رينج ها هعمل ايه هاخد الرقم ده اضربه في عشرة واجمع عليه اربع اف اللوغم الاربع وستين كيلو تمام هذا الافست عفوا ده اللوجيكال ده الافست تمام ده الفيزيكال ده اللور جمعت مع اربعة صفار ده الماكسمم ادرس او الافر رينج تمام اني جمعت مين الاربع اف نفس القصة عاد تاني يهيت تحويل لو انت عندك الديتا سيجمنت بي كام والافست بي كام عاوز الفيزيكال ادرس هاخد الرقم نضربه في عشرة واجمعه على الرقم ده تمام خلنا ده مثال تاني اهو الديتا سيجمنت والافست تمام القصة بتاعتنا كمان بتوضح اكتر بالجزء البسيط ده بقول ان ذا كود سيجمنت السي اس والاي بي الاثنين زي ما حضرتك عارف ان هم هولد اللوجيكال ادرس بتعمين بتاع الانستركشن لما جاك عامل حضرك عارف ان في الميموري فيه سيجمنت خاص بالديتا مثلا وفيه سيجمنت خاص بالكود ده اللي هو عبارة عن الاستركشن عبارة عن الاوامر اللي مفترض تكون موجودة في الرام والبروتسوسر يبدأ يعمل لها فيتش ود كود فاكر القصة طيب the following assembly instruction have been assembled translated into machine كود هبدأ احاول الكلام ده المين لماشين كود تمام and stored in memory ده البرنامج بتاع حضرتك بدء من سي اس اي بي اهو السي اس بكامل الوقت يا اخوانا حضاشر اثنين وثلاثين صحيح والاي بي بتاع اول امر بدء من كام من عند زر ومانة هبقولي الامر اللي متخزن هنا لاحظ بقى يعني بالزبط كده عشان تتخيل معايا لان القصة دي مهمة جدا اد الميموري اهيت بولي بقى هناخد جزء بسيط ده انت الوقتي عند احداشر اثنين وثلاثين صح؟ هذا الرام تعال وقت نشوف حضاشر اثنين وثلاثين صح؟ طيب انا عاوز الفيزيكا الادرس ده بكام؟ الفيزيكا الادرس ده كام بي قولنا هاخد الحضاشر اثنين وثلاثين ده البيز اضرب في عشرة او اعمل شفت واجمع عليه زر وميزة زيرو ميزة زيرو اثنين اربعة واحد واحد نتأكد ثاني نغيره اثنين وثلاثين اربعة واحد وثلاثين ربوانه وثلاثين صح؟ يبقى انا لو قلت ده ده داشر ربوانه وثلاثين ده lists تمام؟ طيب الامر ده اللي هو موف ايه اللي هو 57 ده الاسمبلي ده الامر الامر ده مش بقي موجود كده موجود في الرام، مش هيكتب كتب كبه ظا كماشين كوت صح؟ ده اسمبلي هيكتب كماشين كوت الماشين كود بتاعته هي بي زيرو خمسة سوائي اللي حصل بقى اخوانا ده هيكس الاثمال صح طيب البي زيرو دي معا كده البي طبعا حضرتك عارف بالهيكس الاثمال عبارة عن كام عبارة عن حضوشر يعني كده مثلا والزيرو عبارة عن كده تمام وده البي زيرو والخمسة وسبعين ادى بالشكل ده سبعة وخمسين تمام كده طيب بناء على حاجة اسمال ليتل انديان كونفنشن مين البيت اللي طبعا ده اتنين بايت ده مين ده الماشين كود بتاع مين بتاع الامر بتاع الاسمبلي موف ال 57 البرنامج متخزن فين او الامر ده هيبقى الكود بتاعه موض متخزن فين في الميديا متخزن عند بيز حضاشر اتنين وثلاثين وافسل زيرو مين حلو جدا هروح اجيب الفيزيكال ادرس عشان اعرف هو موجود فين بالفعل الفيزيكال ادرس طبعا حضاشر ومين وعشرين طب دول كان بايت اتنين في التمانين ستة وتمانين كل ما كان عبارة عن بايت طيب انا هخزن بايت اخزن بي زيرو هنا ولا 57 دي حاجة اسمال ليتل انديان كونفنشن ملكوش بها على الوقت خلينا الاول نقول ان البي زيرو مثلا هيتخزن ها كده ناخد السبعة وخمسين معلش ناخد السبعة وخمسين ناخدها هنا كده يبقى انا استأذن حضراتكم هاخد ده زيرو واحد زيرو واحد 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 هذا السبعة وخمسين تمام طيب ده كان بقى الادرس اللي وراه حضاشر اربعة اتنين واحد تمام هيتخزن فيه البيت الاخر اللي هو مين بقى اللي هو واحد زيرو واحد واحد زيرو 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 مين دول يا اخواننا اللي كتبوا دول دول عبارة عن البي زيرو 57 ليه كتبوا في الاماكن دي لان الادرس اللي موجود بتاع السي اس اي بي جاب لي فيزيكا الادرس 11420 طب ليه استعملت 11421 كمان لان ده عبارة عن طو بايت تمام اللي موجود ده مين ده ده ماشين كود بتاع ايه بتاع امره الامر ده اسمه ايه الاثنين بايت دور مع بعض اسمه موف ال و 57 يعني ضع قيمة ال 57 داخل ال الرجستر تمام اخواننا طيب لما يجي الامر الجديد اللي عليه الدور بقى يبدأ منين ها يبدأ منين اذا كان ده اثنين بايت واخدوا عند زيرو مية يبقى بايت هيتخزن عند زيرو مية افست والبيت التاني يتخزن عند زيرو مية واحد فلما تيجي تخزن الجديد تخزن عند زيرو مية واثنين صح؟ اللي هو وكأنه بالظبط هنا لما تروح تحوله هتلاقيه طالح 11 4 نكتوب نفس اللون هتلاقيه موجود عند 11 4 2 2 ولانه 2 بايت برضه هياخد 11 4 2 3 تمام؟ وصلت القصة اخواننا طيب اللي فهم بقى ده كان بايت الماشين كود ده كان بايت 3 بايت ليه 3 بايت؟ كل اثنين ديجيت بواحد هده واحد اثنين ثلاثة طب انت هتبدأ فينين تخزن هبدأ من هنا صح؟ ها يبقى انت النهاردة هتبدأ تخزن عند احداشر ثلاثة اثنين زيرو واحد واحد اثنين و 11 3 2 0 1 1 3 و 11 3 2 0 1 1 4 يبقى لو فيه امر جاي هيتخزن فين عند احداشر ثلاثة اثنين زيرو واحد واحد كام خمس ده العنوان اللي عليه الضور لو انت هتكمل لان الانستراكشن ده كان بايت عبارة عن ثلاثة بايت الماشين كود اللي موجود ده من الاسمبل بتاعه هو ده ايه ده بكتب الرقم الاثنين بايت ده جوه مين جوه الـ ax وصلت القصة جماعة يبقى من خلال الجدوى اللي قدام حضرتك لما اقول لك بقى الامر ده كان بايت ها 2 بايت لان الماشين كود بتاعته عبارة عن كام حرف بالهكس الاسمال 4 كل اثنين بايت بايت ده بقى ده اثنين بايت طب الامر ده متخز من فين عند الـ logical address كام اهو طب فيزيكال address كام اهو 11 3 2 واضرب في 10 واجمع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� طب الامر ده من الاسمبل المكافئ بتاعه اهو يو ده تمام بايت ناهتم بايت موف ايتش adaptationsオS Ana A2 2 ثاء奢آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ التفاصيل اللي اتكلمنا عليها دي تمام كده اخوانا ده شرح نفس الكلام اللي قلناه تقدر ما عندك مشكلة خالص وبدأ بقى يفرد الموضوع معك تمام كده تاخد ده بشرح نفس الموضوع ماشي اخوانا طبعا ده حول كابل فيزيكا الادرس حط البيزيرو 57 وبدأ يحط نفس التتابعات بتاعة البرنامج ده بدأ يحط بيزيرو بعدين 57 وبعدين اللوكيشن البعض بستة بعدين 86 وهكذا تمام نتمنى في الختام ان المحاضرة تحوز على اعجاب حضراتكم لا تنسوا من صالح ادعاءكم ونلتقي بكم في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته